مشاهدين ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة قام السيد محمود توفيق وزير الداخلية مساء اليوم بزيارة المصابين من أبطال الشرطة الذين أصيبوا حال تصديهم لعناصر إرهابية كانوا يتخذون أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة قنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد القيامة والذين يتلقون العلاج بمستشفى الشرطة حيث اطمأن على حالتهم الصحية وأوجواء الرعاية الطبية المقدمة لهم مشيدا ببطولة لجار الشرطة في التصدي للإرهاب ومثمنا شجاعتهم وتعاملهم مع العناصر الإرهابية بكل قوة وجسارة مما كان له الأثر في إفشال مخططهم الإرهابي ومصرع سبعة من تلك العناصر وقد وجه الوزير خلال الزيارة بتقديم كافة أوجو الرعاية الصحية لأبطال الشرطة موجها التحية والتقدير لأسرهم الذين قدموا شبابا يواجه كل من تسول له نفسه لاعتداء على هذا الوطن ومتمنيا لهم الشفاء العاجل